وصلنا معاكو لآخر محطة مع المجرية المحطة دي زي ما قلنا الجمهور بيسألوا الكابتن إسلام بيجاود نبدأ؟ تفضل يا كابتن تفضل كابتن إسلام الشاطرة عايزين نسألك مين أفضل باك حالياً بعديك في الدوري المصري أو أنت شايفه خلفتك في الملاعب دلوقت مين خلفتك؟ دلوقت صفة عامة أن أنت شفت فيه إسلام الشاطر هو بيلعب سواء دلوقت قبل كده الكلامين لا أنا كنت بشوف أن أحمد فتحي الحقيقة واحد من البكاترات الكويسين جداً جداً لحقيقة اللي عمل إنجازات كبيرة جداً مع النادي الأهلي ومنتخب مصر ولكن ظروف معينة طبعاً خلته يبقى بره النادي الأهلي لكن في النهاية أحمد فتحي بعتبر واحد من أفضل الناس اللي أنا شفتهم خلال الفترة دي اللي بعده في الإسلام ممكن نسأل حضرتك سؤال هل أنت كنت وإنت بتلعب تتمنى بتلعب وينج ولا بتتمنى تلعب باكات نمون الأحسن في المركز اللي كنت بتجد فيه اللعب القورة بتلعب بتلعب باك باك؟ آه أنا بحب ألعب باك آه عشان ببقى عندك بالساحة تتحرك فيها آه مساحة وخلاص خدت على كده ما فكرش تلعب وينج رايت قبل كده وينج رايت لا ما تلاقي ملقتك؟ طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والطريقة اللي نخلي الجماهير الفريق الزمالك والآلي بسافة النازمة الكاوي إن التعصب يقل في الملعب ده السماء الحال إيه اللي يبعدنا عن التعصب؟ اللي يبعدنا عن التعصب إن أن يكون هناك قيود أو مبلاش قيود أمور يجب أن يتم أخذها على محمل الجد بمعنى؟ حسابة كل مخطئ نعم وحسابة كل مخطئ بس يا كبت مهما كان مسؤول من أول أكبر مسؤول في أي نادي لأصغر مسؤول في أي نادي طبق القانون الأمور حتمشي بشكل جيد خيب السؤال الأخير كابتن إسلام أنا عز أسأل حضرتك سؤال أغلب طولها كنت بتلعبها وأحلى طولها كانت فين؟ هل في النادي الآلي أو خارج النادي الآلي؟ بكل صراحة بكل صراحة أقول بكل صراحة هي بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي فاس فيها النادي الآلي على نادي السفاقسي هذه المباراة بالنسبالي هي مباراة تاريخية بطولة تاريخية هو بطولة تاريخية طبعا ترجمة نانسي قنقر